عايزة أقولك يا شازلي إن في الظاهرة كده أو في شكل مختلف ابتدى يحصل في مصر إحنا عارفين إن إحنا عاملين ما شاء الله بنزيد وإحنا عارفين إن يعني الأماكن ابتدت تضيق علينا وفي شدة يمكن كمان الفترة اللي فاتت بسبب الضيق ده الناس كانت ابتدت تتحرك كده بشكل عشوائي تبني على الأراضي الزراعية الخدمات ما بتبقاش متوفرة يعني حصلت مشاكل كتير يمكن كان في تجربة في السبعينات اللي هي إنشاء مدن جديدة شوفنا مع بعض مدرية التحرير وشوفنا مع بعض مدينة السادات لكن كان الكلام كله حوالين القاهرة أو فكرة الاستثمار في القاهرة أو التوسع في القاهرة لكن مع الفكر المختلف مع الشكل المختلف مع دستور المصريين اللي بيقول إن كل مصر من حقها إنها تاخد الخدمات اللي بتقدم في العاصمة إن أي شخص موجود في المحافظة الحدودية لازم ياخد نفس العاية الصحية لازم ياخد نفس الخدمات اللي بياخدها ساكن العاصمة وده الهدف اللي كانت شغال عليه الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت شوفنا توسع في إنشاء المدن الجديدة وشوفنا اختلاف في التقديم للخدمات اللي شوفناها في الفترة اللي فاتت بقى عمالة، مصانع بتتفتح، مدام المصانع بتتفتح بيبقى في بيوت للعمالة اللي شغالة في المصانع دي أجور، فرص عمل، خدمات تعليم علشان تبقى الأسر موجودة ومقيمة ما يبقاش المدن دي قائمة على إن الناس بتروح وترجع تسحم تاني العواصم فده يمكن اللي شوفناه في الفترة الأخيرة بتتحد كتير صحيح الخروج كمان من ودي نيل الضيق والاتجاه لإنشاء مدن الجيل الرابع الاتجاه إلى إنشاء المدن والمجمعات السكنية والمجمعات العمرانية الجديدة في أماكن بعيدة عشان نخف الضغط شوية من هذه المدن احنا شايفين مدن كتيرة شايفين العالمين الجديدة شايفين مدينة المنصورة الجديدة اللي سيتم افتتاحها إن شاء الله قريبا احنا دلوقتي بنتكلم عن مجموعة من المدن من طراز رفيع بنشوف فكر بينفذ في أماكن طبعاً لاحتواء الزيادة السكانية وبطريقة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذه المدن بروح لكم مدينة من الجيل الرابع زي مدينة العالمين الجديدة مدينة السحلية كمان مدينة المنصورة زي مدينة العالمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التوسع شغال جوه وبرا سواحل وأماكن أقل حظاً في الخدمات أو أقل حظاً في الموارد الطبيعية اللي ممكن تساعد على وجود جذب الدولة بتشيل على عطيقها إن هي تمهد الطريق في الأساس إن هي بتشيل الجزء اللي فيه منقدر نقول رزق أو فيه مخاطرة من المستثمر وبعدين بقى بتقولوا تعالى استثمر إحنا شلنا من عليك الأساس اللي انت عددك هنا نقص موارد إحنا وصلنا لك خدمات ووصلنا لك كهرباء وعملنا طرق ممهدة تقدر بقى هنا تفتح مشروعك وبالعكس كمان بيبقى فيه عوامل جذبة كتير يا شازلي يعني بيبقى فيه عفاءة ضريبية لو حد عايز يفتح مصانع فده بيساعد على إن المدن اللي بيتم إنشاها إنها تنتعش خصوصاً بقى مع الخدمات اللي بتقدر بكل تأكيد وفيه نقطة مهمة كمان احنا بنراعي كل فئات المجتمع في هذه المدن الجديدة يعني مدينة المنصورة الجديدة على سبيل المساء هتلاقي فيها منطقة للفليات وتلاقي فيها أبراج سكنية هتلاقي فيها كل الخدمات متوفرة أي مدينة جديدة بتنشأ بهذه الطريقة بيرعى فيها كل الخدمات لازم تكون متوفرة لقاطني هذه المنطقة في المستقبل كل خدمات تكون متوفرة تخطيط بتاع المدن الجديدة بكل تأكيد بيختلف يعني احنا عنينا لسنين كتيرة فاتت في إنشاء مدن بدون تخطيط إنشاء مدن وكل حد كان بياخد حط أرض في ظل غياب للقانون لفترة من الفترات فتلاقي ناس بتبني بشكل عشوائي فبالتالي ما بتلاقيش التخطيط المناسب اللي انت تقدر تتحرك فيه شوارع هذه المدينة بكل أريحية وما يكونش فيه إزدحام مروري أو كده لا المدن الجديدة بيراعة هذا جيدا بيراعة البعد البيئي كل الأبعاد بتراعة وزي ما كانت مننا بتتكلم في نقطة مهمة وهي العمالة احنا لما بننشئ مدينة جديدة بكل تأكيد كل الشركات وكل المصانع التي تعمل في مجال الإنشاءات بتشتغل فبنلاقي الناس العمالة بتشتغل داخل هذه المصانع وفيه عملية الإنشاء ثم بعد كده فيه عملية التشتبات ثم بعد كده فيه عملية التشغيل ثم بعد كده فيه الأثاث وتأسيس المكان بالعفش والحاجات الموجودة داخل هذه الوحدات السكنية كل دي عبارة عن فرص عمل بتقدم لكل الفئات المجتمع بتقدم لكل الحرف بتقدم لكل العمال الموجودين عشان كده احنا من فترة لو تخ versions كان عندنا حصر للعمالة غير المنتظمة ليه عملنا حصر للعمالة غير المنتظمة وقت كورونا عملناهم حصر عشان يشاركوا في هذه المشروعات التي الدولة تعملها هيكون عندنا زي cv كده صغير لكل العمالة الغير المنتظمة نعرف هم بيشتغلوا في ايه ونعرف طبيعة شغالهم عاملة إذا فبالتالي يتم توظيفهم في المكان المناسب وظل حاصل من خلال هذه المشروعات مشاريع كتير ومبادرات كتير بتقوم بيها الدولة المصرية وشغالة مع بعض كده على التوازي مش على التوالي يعني مش مستنيين نمسك مشروع مشروع يا شازلي ونبتدي نمشي عليه لما اتقال يلا يا جماعة في رقمنا يلا يا جماعة في تحول رقمي الهدف منه كان أن يبقى عندنا قاعدة بيانات قاعدة بيانات لما يبقى عندك حصر بعدد العمالة لما يبقى عندك حصر بعدد الناس لما يبقى عندك حصر بالعشويات لما يبقى عندك حصر بملكيتك للأراضي في مختلف الأماكن اللي تقدر توصل لها خدمات هنا تقدر تبتدي تشتغل وانت شايف انت بتعمل ايه يبقى عندك خطة مستقبلية ازاي توصل لها طريق ازاي تمهد الطرق المختلفة مين الأكتر أماكن تقدر تورد عمالة أو تقدر تقرب منها عمالة محافظات ممكن يكون فيها نسبة بطالة عالية فيمكن هي دي المحافظات الأساسية اللي تم إنشاء جنبها مدن جديدة بهدف ان هي يوسعوا على الناس بهدف انهم يشغلوا الناس اللي موجودة بالفعل سواء بقى عمالة مباشرة أو غير مباشرة ناس بتشتغل في بداية الانشاءات اللي بتحصل للمجتمعات العمرانية اللي بالمناسبة مش بتكلم طبقة واحدة بس أو بتكلم فئة واحدة بس نحن عندنا يا شازلي شوفنا مع بعض في المجتمعات العمرانية الجديدة ويمكن أقربها حيكون المنصورة الجديدة وبكرة اللي حيتم افتتاحها مختلف الطبقات بنتكلم من أول الإسكان الاجتماعي والإسكان الموجه لمحدود الدخل مرورا بمتوسط الدخل وصولا للإسكان الفاخر والمناطق اللي من حقها يبقى فيها فيلات ومجمعات سكانية وكمفاونس بس مراعط أو تم مراعط حاجة مهمة جدا تم مراعط إن الإنسان المصري يبقى عنده جودة حياة تم مراعط في المجتمعات الجديدة إن يبقى عندنا واحد من أهم النقاط اللي بنتكلم عليها اللي هي نقطة التنمية المستدامة اللي تم مراعطها إحنا عندنا البند 11 في أهداف مصر في التنمية المستدامة إن إحنا يكون عندنا مدن تقدر تكمل معانا لفترة طويلة تكون صديقة للبيئة بالراعي فيها التغيرات المناخية اللي طبعا مصر بتتكلم فيها بقالها فترة طويلة جدا وطبعا لا يخفى على أحد استضافتنا والصدى الهايل لإستضافتنا لمنتخب لمؤتمر المناخ كوب 27 وجود الجناين ده كان حق للمصريين ووجود متنفس للمصريين ما هواش قاصر فقط على طبقة اجتماعية مختلفة لما يبقى فيه مساحة خضراء بتساعد إن الناس تتنفس بتساعد إن الناس يبقى عندها متنزه كده تقدر تخرج وتتعامل فيه أعتقد إن ده بيتحقق للجميع باختلاف مستواتهم وباختلاف طبقتهم في المدن الجديد وهي دي جودة الحياة اللي دايما بنقول لحضراتكو عليها أن الإنسان يكون قادر إن هو يعيش ويعيش وهو مرتاح مش في ضغوط فبالتالي يقدر ينتج في مجال عمله وإحنا بنتكلم عن التحركات المختلفة لأي مواطن موجود على أرض مصر لازم طبعا لازم لازم نشير ونشيد بما قدمته حياة كريمة خلال الفترة الماضية ولسا النهاردة كنا بنتكلم برضو عن مبادرات صحية في إطار حياة كريمة في محافظات الصعيد بنتكلم عن طبطين طرع في الغربية فكل محافظات مصر بتشهد طبعا باختلاف المراحل سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إنجازات لحياة كريمة في هذه المحافظات حياة كريمة مما لا شك فيه غيرت وجه الريف المصري غيرت حياة الناس بشكل عام يعني تخيلوا مثلا من قرية أو نجع أو عزبة من العزب موجودة في قرية داخل في الأقاليم هذا الناجع أو هذه العزبة ما كانش فيه حد أصلا بيدخلها لأنه ما كانش فيه حد بيسمع عنها الفترة من الفترات دخلتها حياة كريمة ما كانش فيها مية صالحة للشرب ما كانش فيها صرف صحي ما كانش فيها وحدات صحية أو مستشفيات ما كانش فيها مراكز شباب تخيلوا حياة كريمة بتعمل مراكز شباب داخل مش القرى كمان داخل العزب يعني تخيلوا ما يكون فيها عزبة داخل قرية فيها مركز شباب مش بنتكلم حتى عن القرى أو عن المراكز الكبرى فحياة كريمة قدرت أنها تغير بالفعل لما وصلت لي النجوع والعزب داخل القرى الموجودة في المحافظات غيرت شكل المحافظات ما كانش فيه أحداث صحية أو بهذا الكام الكبير أو تم تطوير أحداث صحية تم إنشاء بعض المستشفيات أو أحداث طب الأسرة ففيه اهتمام كبير جدا بالإنسان بالمواطن المصري لأنه هو الإنسان هو المستقبل الاستثمار في البشر دائما هو الأهم ومع ذلك احنا شغالين على الجانبين الاستثمار في البشر وفي الحجر في نفس التوقيت ده يمكن هنشوفه في افتتاح المنصورة الجديدة بكرة اللي اتكلمنا عن وجود إنشاءات مختلفة مصانع مختلفة مش هننسى أبدا الجامعة اللي موجودة في مدينة المنصورة الجديدة اللي بتهتم بي التخصصات الجديدة مجتمع جديد مدن جديدة بتقدم حياة جديدة وتخصصات محتاجها السوق أعتقد هو ده خلاصة الشغل في الفترة الفاتت إن احنا بنقدم حياة يستحقها المواطن المصري